اشتركوا في القناة الفهم والاستعاب نجيب بنعم أمام العبارة الصحيحة بلا أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي وظيفة الممتلكات العامة تقديم الخدمات لجميع المواطنين بعدها لا نعم شبكات المياه والكهرباء ممتلكات للبلديات وليست ممتلكات عامة خطأ يقع واجب الحفاظ على الممتلكات العامة على رجال الشرطة والدفاع المدني فقط خطأ الإهمال واللا مبالا وغياء العقاب القانوني من أسباب تدمير الممتلكات العامة نعم لما سميت الممتلكات العامة بهذا الاسم لأنها ملك للجميع وليس لفئة خاصة من الناس نذكر خمسة من الممتلكات العامة في المجتمع مقرات الوزارات المراكز الصحية ودور العبادة الآخرة ما الصورة التي يعكسها واقع المحافظة على الممتلكات العامة وجاهزيتها لتقديم الخدمة للناس يعكس وعي المجتمع وانتماء وحرص على مقاومات وجوده لماذا تتحمل للأسرة مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الممتلكات العامة؟ أسف لأنها الحضن الأول والقدوة الحسنة التي يتلقف منها الصغير سلوكه بضل أن سؤال خمسة ما يشكى الاعتداءات على الممتلكات العامة الألوان الأوساخ الصرقة التحطيم إلى آخر المناقشة والتحليل ما دوافع اعتداء بعض الناس على الممتلكات العامة من وجهة نظرك؟ خلل في شخصيات ومحبهم للتدمين والتخريب الحفاظ على الممتلكات العامة واجب ديني ووطني وإنساني نوضح ذلك لأن الشراء السماوية تحوث على الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم العبث بها ويجب على الإنسان أن يعتبر الممتلكات العامة لجميع الناس وليست خاصة ما دور كل من المؤسسات الآتية في الحد من ظهرة الاعتداء على الممتلكات العامة؟ المؤسسات التربوية والإعلامية والشرطة التربوية والإعلامية مسؤولية مشتركة في تكريس الصفات الحسنة وبيان الأثر السلبي للإعتداءات حجم ما يترتب عليها من خسائر والشرطة يا جماعة الخير في القضاء عليهم مسؤولية أكبر في منع الأيدي من التخريب ما الإجراءات التي تتخذها البلدية في حينا لحفاظ على الممتلكات العامة؟ الجزء كبير من ميزانياتها التشغيلية لصيانة تحديث الممتلكات العامة لمواكبة المستجدات وزيادة أعداد المنتفعين نوضح الصور الفنية في العبارات الآتية تتحمل الأسرة المسؤولية الأولى في غرس خصال الانتماء الوطني والمجتمع في نفوس أبنائها شبه خصال الانتماء بالنبات الذي يغرس الأسرة هي الحضن الأول شبه الأسرة بالأم التي تحتضن صغارها كيف نتصرف في الحياة الآتية؟ شاهدنا من يمزق نقاعد طيب هذا الجواب كل واحد حر بس هيجواب بهذا الشكل هي قالب بعجيم دالها اللغة والأسلوب نكتب فعل كل مصدر من المصادر الآتية تهيئة ومواكبة وحفاظ وانتماء تطوير وزيادة طبعا تهيئة من هيئة مواكبة من واكبة حفاظ من حفظة انتماء من انتماء تطوير من طورة وزيادة من زيادة نستخدم كل من المفردات الآتية في جملة مفيدة تأصلة ومقتضيات ويستمرئ وكرسة هاي هون في با هاي تأصلة ومقتضيات ويستمرئ وكرسة في عنا ايش قصيدة اسمها إرادة الحياة رح نعطيك على طول هي حل درس إرادة الحياة إلى ما يدعو الشاعر في قصيدته بالثورة على محتلية ما مصير من لم يعانقه شوق الحياة مصيره الفناء بما دمدمت الريح بين الفجاج هاي شكل المشهور هاي تمام بأن من يريد العزة يركب المخاطر ولا يبالي في الصعاب مهما كانت ما مضمون الحوار الذي دار بين الشاعر والأرض أن الأرض تبارك أبناها الذين يطمحون إلى المعالي ويرفضون الظل وزن الشاعر بين وعين من البشر في قصيدته نوضح هما الأول الذي يركب الصعاب في سبيل حريته والآخر الذي يقبل الظل والمهانة يقول الشاعر هو الكون حي يحب الحياة كيف دلل على ذلك إن الأفق لا يحضن ميت الطيور ولا النخل يلثم ميت الزهر المناقشة والتحليل نحدد الأبيات التي تضمنت كل من الأفكار الآتية من لا يترك له أثرا في الحياة يذهب ذكره سريعا ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر جوها واندثر تحقيق الطموحات يحتاج إلى جلد واجتهاد إذا ما طمحت إلى غايتهم ركبت المنا ونسيت الحذر الطبيعة تكره الكسول وتحترم المجد فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر نوضح دلالة كل مما يأتي الليل والقيد والريح ودماء الشباب هاي هم هذول أدلتهم الليل هو الظلم والقهر القيد والاحتلال والسجان الريح الثورة والإرادة الصعبة لما هو الشهداء القوى والتحدي صعود الجبال تحمل الصعاب والمشاق ميت الطيور الجبن والعجز ما العواطف التي سيطرت على الشاعر العاطفة الوطنية وتحدي الاحتلال يقول أحمد شوقي وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق ويقول الشاب إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحضر بل هدف المشترك الذي تحدث عنه الشاعران هو نيل الحرية في البيتين استراتيجيتين شو هما الاستمرار في مقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة كسر الأسراء الفلسطينيون قيود الاحتلال مرات عديدة وتحرروا نوضح وسائل تحررهم من خلال الإضراب عن الطعام أثبت شعبنا أن إرادة الحياة لديه أقوى من ليل الظلم نناقش ذلك إن هاي في ديموم التحدي جبروت الاحتلال والظلم وتقديم ألاف الشهداء والجرحة والأسراء القواعد أن الجر بالإضافة نأخذ عن تمرين الجر والإضافة تدريب الأول نستخرج من الأبيات الآتية المضافة لإسم الظاهر والمضافة للضمير المتصل هيا هون جماعة الخير المضافة للإسم الظاهر والمضافة للضمير المتصل التدريب الثاني لملى الفراغ بكلمات مناسبة مؤلفي والطلبة وأيامي والصباح وبلادي رددت الطلبة في طابور الصباح التقيت مؤلفية الروايتين يعني تمرين سهل جدا إلى آخر هيا جوبتهم بهذا الشكل التدريب الثالث نعرب ما تحتاه خطوط فيما يأتي أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الحاكمين المضافة لهم مجرور ولا مجر لها لنجمع مذكر سالم رضى الناس غاية رضى مبتدأ وغاية خي خوارها ورضى الله الله لفظ الجلال هون مضافة لهم مجرور أهز مكان في الدنى سرج سابح سرج هنا خبر وسابح مضافة ومن لم يضق مرة التعلم ساعة طلع من لم يضق مرة مفعول به منصوب أجرع ظل الجهل طولة مفعول فيه ظرف زمان منصوب على متنصب الفتح أيه بهذا الشكل وإيك بتكون الوحدة جاهزة ادرسوا مني يهديروا بالكم نراكم إن شاء الله في الوحدة القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر